اشتركوا في القناة ولا حد من اللي شافوا الفيديو عمل لايك لأي فيديو فيهم عموما شكرا ربما يكون ده اخر فيديو تعالي نشوف الجمل بتاعت النهاردة وجمل جميلة جدا يا جماعة وقواعد هامة جدا على قواعد السبابية لاستنتاج اختصار عبارات الوصف الضماير المباشر غير مباشر قواعد في منتهى الاهمية طيب اول جملة بتقول ده يعني مش هو اللي كتب الخطاب بتاعه اللي القاه في البرلمان طيب معنى كده ان نخلى حد تاني يكتبه ده اسمها السببية السببية قواعدها بسيطة جدا وهتلاقيني ملخصها لك السبع افعال السببية والشبه السببية في اخر صفحة في الملف اللي انا هحطه لك طيب عشان اقول ان حد خلى حد تاني يعمل الحاجة بالنيابة عنه بستخدم حاجة من اثنين عادة يا اما هاف ومفعول وتصيف ثالث يا اما جيت ومفعول وتصيف ثالث لكن لما اقول he did it he did it يعني هو اللي عمل كده he had done it نفس الكلام had to do it يعني برضو هو الاضطر اللي يعمل كده لا had it done تبقى الاجابة الصحيحة عايزة تخدم تهاب لان الكلام في الماضي فبقيت had it دي راجع على الاسبيتش المفعول وضن التصريف التالت طيب السؤال التاني بيقوليه بقى i didn't see norah had the final talk في النقاش او الحديث الاخير في المؤتمر وخلي بالك الجملة في الماضي she early for some reason بدري لسبب ما some reason هنا لما استخدم some مع كلمة زي كده تدي معنى الى سبب ما نعرفوش طيب يبقى أنا بعمل ليه كده انا هنا بس تنتج يا جماعة هيبقى اكيد مشيت لسبب ومال مشيت من غير سبب ازاي يعني وده مؤتمر ومفروض تحضره انا قلت الكلام هنا ماضي وبالتالي may والمصدر ما ينفعوش طيب نيجل should have lift كان لازم تمشي يعني كان لازم تمشي بس ما مشيتش ought to have lift كان المفروض تمشي بس ما مشيتش should have with تصريف التالت ought to have with تصريف التالت يدو نفس المعنى ان حاجة كان لازم تمشي بس ما حصلتش بس هي مشيت عشان كده انا مش مفتهااش يبقى الفكرة هنا ان ده استنتاج في الماضي ومثبت ومبنى للمعلوم مش مجهول زي ما قلتلك بتفكر في اربع حاجات في اي جملة استنتاج بتيجي في الامتحان ايه لاربع حاجات دي الزمن يطرى مضارع ولا ماضي ولا مستمر بعد كده مثبت ولا منفي مهلا مثبت استنتاج مثبت بمصد استنتاج منفي بكانت انت فاكر الكلام ده طيب لو غير مؤكد مؤكد ولا غير مؤكد اه يطرى استخدم مصد وكانت اثبت ونفي في التأكيد ولا حاجة محتملة ومش متأكد يبقى مي وميت وكود بعد كده اخلي بالي من البعلوم والمجهول طيب السؤال الثالث Our technology is far less advanced than عايز اقول التكنولوجيا بتاعتنا اقل تقدما من التكنولوجيا بتاعتهم اه بس ما حطش كلمة التكنولوجيا هنا تاني يعني انا لو في كلمة التكنولوجيا هنا في الجملة اقول than their technology طيب حزفت الاسم اللي بييجي بعد صفة الملكية يبقى انا بستخدم ضمير ملكية ما يجيش بعديه اسم ضمير الملكية اللي ما يجيش بعديها اسم يا جماعة بتبقى يقول لك mine ولو شي تبقى hers لو جامعز يبقى theirs hours his يبقى انا بتكلم على التكنولوجيا بتاعتهم فاقول مش they ولا there ولا them في الحالة دي استخدم مين استخدم theirs دي طبعا قواعد تراكمية يا جماعة وحاجة هايفة ولكن عشان هايفة الناس بتغلط في الهايف احيانا يا جماعة four hours by the police ايه ده ساعات من قبل الشرطة ده ساسبكت المشتبه فيه طب الفعل question يعني يستجوب اكيد الساسبكت ده مش هو اللي هيستجوب نفسه يعني واضح ان الجملة في الاصل مبنية للمجهول طب ايه يعني يا عايز يقولك ان بعد ما استجوبته الشرطة لساعات was finally released اطلق صراحه اخلي سبيله افرج عنه طيب يعني الجملة كانت اصلا after the police had questioned the suspect كانت الجملة بافتر وماضي تام معادة ان الجمل اللي زي كده بتعبر عن حاجتين يا اما تتابع احداث يعني حدث اول وحدث ثاني يا اما بتتكلم عن السبب خدنا جملة قبل كده في فيديو سابق بتاعت الولد اللي سايبينه اهله الوحده في البيت والجملة كانت having been left alone at home the boy was very afraid طيب فهي الفكرة ان الجملة زي كده برضوها لاصلها يا جماعة فهنا ترتيب احداث اول وثاني طيب يبقى بعد من الموليس طيب كل اللي عملته ان جبت هاد بتاعت الماضي التام بقت having طب ما انا عندي اتنين بدقين بhaving ما احنا قلناها مبنية للمجهول فتبقى الاجابة الصحيحة الاجابة الصحيحة ايه بقى having sorry having been questioned four hours by the police كده الجملة بقت واضحة وسهلة زي ما قلتلك رد الجملة لاصلها اعرف اصلها كانت بافتر ولا بكوز وكان فيها ماضي تام ومدام فيها ماضي تام يعني مهاد وتصف ثالث هاد بتبقى having وجيب التصف الثالث لو ما بنيه للمجهول بزود been يبقى having been left having been question ده السؤال الرابع السؤال الخام انا بحاول ما طولش الفيديو جماعة عشان الناس تشوفوا بسرعة وتعمل حاجتين she says ايه ده تحويل غير مباشر ولما يبدأ بفعل قول زي كده says تبقى the next day لو بغيرت الزمن طب ما بغيرش الزمن يعني يعني هي لما جات تتكلم اصلا قالت كده i will take ولما تغيرت فضل it will take زي ما هي الزمن ما تغيرش ما ينفعش تبقى ود ولا مدرع تم ليه علاقة بتمره اصلا ولا ولها في تكن مستقبل تم ملوش علاقة مستقبل تم مع باي انت عارف وحده سيكون اكتمل قبله وقت معين ده اخلي بالي في التحويل غير مباشر لما يكون الزمن ما بيتغيرش الجملة الستة the boy was taken to hospital يا ترى اين هي بوي انا عندي اتاكي هاجم ودج معروفة يبقى الولد اللي هو جم من قبل الكلب ده was taken to hospital ارجع بقى افتكر حالات الحسف بتاع الضمير الواصل حالات الحسف هي اصلاها the boy who was attacked by a dog ايه ده طب وانا عارفت منين ما هو الولد مش هو اللي هاجم الكلب الكلب هو اللي هاجم يعني الجملة مبنين المجهول فلما ارجعها بهو زي ما كانت يبقى who was attacked طب ايه اللي اتحزف هنا اتحزف ضمير الواصل اللي هو هو اتحزف verb to be اللي بيكون المبنى المجهول يفضل التصريف التالت وكانت الجملة في الامتحان السنة اللي فاتت تقريبا مش هاقف دول اول ولا تاني با ايه the books written by نجيب محفوظ the play the film directed by الذي اخرجه فلان الفلاني the money stolen by الذي سرق وهكذا يبقى لما تكون عبارة الواصل مبنية للمجهول يجوز حسف ضمير الواصل وفعل توبي اللي بيكون المبنى المجهول يفضل عندي التصريف التالت هنجيب جمل تاني في اختبارات جاية ده لو في اختبارات جاية ما نشوف بقى التفاعل مع الفيديو ده يبقى the boy attacked by a dog was taken to hospital لكن the boy attacked by a dog بمعاناها هو الكلب الولد اللي هاجم الكلب the boy having attacked by لا كدتبقى having been attacked the dog attacking الكلب خلصت كده جمل الجرامر اللي فيهم منهم تلاتة بدرجتين الجملة المفردات كلها السؤال بدرجة one of the مش عارف of دايما نخلي بالك من حروف الجر في اي جملة بقى negative press ايه شكل الجملة اه طبعا انا بجيب جملة مش منقولة من اي مصدر جماعك ولا كنت هابخ ما بيش كتاب خارجي متنقل منه كلام من هنا طيب يعني جملة جديدة بقى negative press احشان في المتاحنا هاجي لجملة جديدة about the company's employment practices has been a drop in sales والنعمة بفاهم منهم جملة كلمة اه عايزي قولي بقى اني الصحافة الكلام السلبي اللي كتبته الصحافة عن ممارسات التوظيف الخاصة بالشركة كانت ايه كانت انخفاض في المبيعات عايزي يقولي ايه نتيجة الكلام السلبي اللي نشرته الصحافة عن اساليب التوظيف في الشركة كان ايه بقى النتيجة دي كان كاذب انا بيتكلم عن نتيجة جماعة كونتاكت ستصالات كونبلينتس شكاوى كونديشنز الظروف و احوال كونسيكوانسيز وده هم كونسيكوانسيز تمام الجملة رقم تمانية يو مست بي اف يورسيلف يو هف دنا فانتاستيك جاب انت قديت عمل رائع تبقى ايه الشيمد اف يورسيلف خجلان من نفسك عشان عملت حاجة وحشة غلط شاي اف يورسيلف اوه ما فيش حاجة اسمها شاي اف يورسيلف هي تشاي بس براود اروجانت مغرور لا هي براود يجب لازم مغرور لا ده حاجة سيئة سلبية هنا لابد وان تكون فخورا بنفسك فقد قديت عملا رائعا يا مازينجر سينتس ار لوكينج انتو وخلي بالك من لوك انتو لان بيسألك فيها في الامتحانات لوك انتو بمعنى يتدارس يبحث يفحص يعني بيبحث في طرق لايه بقى مور ديستانت جالاكسيز المجرات مزيد من المجرات البعيدة العلماء يا جماعة بيحاولوا يعملوا experiment هيعملوا تجربة على المجرات ازاي exaggerate يبالغ expand يوسعوها هي نقصة واسعة طيب هي explore يستكشف يعني بيبحثوا عن طرق الاستكشاف مش الاستشكاف المزيد من المجرات البعيدة طيب الجملة رقم عشرة سهلة جدا المجرات كتير في الامتحانات انخفاض في الدفعية والحافز طيب 11 انا عايز اتخلي بالك من الجملة دي بقى في التدريس اتخلي 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 40 انا بتكلم عن نفسي لاني 40 سنة تدريس لما خلاص اتخلعت طيب وبعدين long job long profession long work long career انا سمع ولد بيقولك كارير مش بس ان مفروضت عارف الاجابة عارف السبب يا جدعان لاني عشان لما جيش في الامتحان وديني فكرة نفس الفكرة اغلط فيها يا جماعة ليه الوحيدة في التلاتة هي اللي انفع استخدم معها long اولا work دي كلمة لا تقعد وتيجي بمعنى العمل او ساعات تشير لمكان العمل يقولك i go to work at 7 مثلا ايام لك فيش حاجة اسمها i go to job ولا i go to career ولا i go to profession ده ده معلومة كده على work بالاضافة انها كلمة لا تقعد طب job تقعد و profession تقعد اه تفرر ايه بقى عن career career يا جماعة بتتضمن الفترة اللي بيقديها الشخص في الوظيفة ولذلك career هي الكلمة الوحيدة في الكلمات الدلة على الوظائف اللي ينفع معها long short long short طيب اتناشر وبعدين disabled people للناس اللي ايه بقى بقى لاش المعاقين دي يا جماعة عشان مش حلوة الاشخاص متحدي الاعاقة ذوي الاحتياجات الخاصة should never be treated treat هنا بمعنى يعامل وتيجي بمعنى يعالك طبعا في السياق اخر طب treat ايه انا عندي verbi يا جماعة عندي verbi بقى انا بدور له على adverb الadverb هنا مين الadverb هنا differently طيب الجملة رقم 13 human activities اوه اوه الجملة دي human activities عنشطة البشرية عنشطة التي يقوم بقى الانسان have immensely مش عارفية بشكل هائل to the destruction of forests تدمير الغابات وجملة تنفع في الترجمة طيب caused to the destruction لا cause عشان استخدم معها to لازم يبقى فيه مفعول في الاول يقولك the earthquake caused the houses مثلا to collapse سبب ان المنازل تنهار the storm العاصفة caused us to stay at home هو طبعا مش لازم مكتب الجمل دي يا جماعة اللي بيتابعني الناس شاطرة ما شاء الله وخلاص سمع الجملة وعرف ان cause عشان استخدم معها to لازم بعدها مفعول طيب brought ما تيجي بمعنى يسبب بس brought about اه bring about يسبب طب result عشان تدي معنى يسبب بيجي معها in resulted in بس خلاص معه ما فضلش غير دي لا اه اه المهم انك انت عرفت سبب الاجابة عشان ما جيش بعد كده اغلط في جملة زي كده خليك جايز بلاش تعمل الحركات دي ماشي خلي نخلص الفيديو ده بسرعة contribute يا جماعة معها two يعني الانشطة البشرية اسهمت في تدمير الغابات كانت عاملا ادى الى تدمير الغابات نيجي بقى للجملة 14 اللي بيبع لها دركتين يا جماعة بتاعت ال writing وال email والparagraph والاسي وعلامة الترقيم which of the following is a complete sentence جات زيها في سنوية عامة تعال نفحص الجمل دي ويعني complete sentence يا جماعة ويعني جملة كاملة جملة يعني فيها على الاقل فعل وفعل يقولك the man died مات الرجل عليه رحمة الله died فعل ما بياخدش مفعول فطالما الفعل ما بياخدش مفعول خلاص يبقى عندي فعل وفعل طب المستر قال لنا ان ممكن تبقى الجملة كلمة واحدة اه مع بعض الافعال في حالة الامر يقولك stop وقف بس خاص مش لازم يقول حاجة تاني ده لما البوليس بيجري وراك طيب تعال نشوف دي enable دي صفة to walk تبقى المصدر ده مش زمن يا جماعة أنا لازم يكون عندي فعل في زمن معين well after the accident دي جملة دي عبارة اسمها عبارة ملهاش معالم مفهاش فعل في زمن معين leaving early in the morning before sunrise ما يغرقش عدد الكلمات في الجملة الرحيل مبكرا في الصباح قبل شروق الشمس مالو يعني مين اللي رحل ومين اللي جاء ودي مش جملة كاملة مفهاش فعل في زمن معين ده جوليري المجوهرات stolen from her house طبعا هنا الجملة مختصرة مش جملة كمان هي أصلها the jewelry which was stolen الكلام اللي كنا بنتكلم فيه اختصار عبارة الواصل يعني دي عبارة واصل دي مش جملة كاملة ما لها المجوهرات اللي اتسرعت من بيتها ليوها ولا لسه من عرق مثلا تعال شوف الأخيرة بقى قدل هي فعل سنت أرسل فعل في زمن الماضي البسيط several emails مفعول to the company جروة مجرور prepositional phrase مش مهم اسمها أنا كده فهمت ليه الجملة دي هي الجملة الكاملة كلام صعب اخوانا اللي قلناه كلام ساهل وانا مش هكمل غير لما لاقي تفاعل زي الناس مع الفيديو يا جماعة لان كده احباط وانا انا ظروف الصحية 63 سنة يا جماعة و يعني على قل الناس تقول حاجة يعني تتفاعل اي رد فعل لان حرام كده يعني انا اوفر صحية احسن بقى بقولك خلي بالك بقى من حكاية الافعال السببية وشبه السببية السببية افعال دول هابو جيت لو جي بعديهم مفعول يبقى تصريف تالت طب طب هابو ويجي بعديها سموان الشخص اللي هخليه يعمل الحاجة يبقى مصدر خلي بالك بقولك وزاو يعني من غير تو ما في مصدر بتو مصدر من غير تو طب جيت سموان لا لازم تو المصدر طب الاو الاو لو جي بعديه مفعول الاو مين الاو سموان الاو 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 his children يبقى في تو المصدر طب جيت الاو ويجي بعديها الفرب على طول زي ما جيت في سنوية عامة قبل كده والناس حلت فيها غلط لانه كان حافزين الاو تو خلاص الاو طالما مفيش مفعول بعدها يبقى ايضا ادي المثال عشان دي جيت في الامتحان قبل كده ده بوليس دونت الاو او انيوان انا لا يسمح بانتظار السيارات جيت بعد الفعل اللاو الفعل التاني على طول يبقى اي نجي الفعل اللي بعده لت لت سموان مصدر وما تحاول شي وليت مش من الافعال اللي تنفع تتحول المبنى المجهول من استخدم مكان وقال لحب تعمل المبنى المجهول لت سموان من غير تو طب ميك ميك يا جماعة لما يجي بعدها سموان وانفينيتف تدي معنى الاجبار والارغام لكن جت اللي قلناها فوق تدي معنى الاقناع بيقنع طيب ميك سموان من غير تو يا جماعة بس في حتة بقى جات في سنوية عامة ايه هي في المبنى المجهول لما يديني ميك ومصدر زي كده وعايزها مبنى المجهول لأ بتظهر تو تعال اشوف المثال السهل ده يقولك ده تيتشور ميد هم خلاي اعمليه اجواره دو دي اكسرسايز طب عاملها مبنى مجهول يبقى هي واز عشان ميد ماضي واز ميد تو دو يبقى تخلي بالك في حالة استخدام فعل ميك اللي هو من شبه الافعال السببية في المبنى المجهول بستخدم تو المصدر كوز ساموان او سامفنج لو جي بعدها مفعول يبقى تو والمصدر يما بيجي بعدها كوز وناون يا جماعة كوز وناون طيب هلب لها حالتين حالتين ينفع بعدها مصدر وينفع تو المصدر والاتنين صح وما يجوش الاتنين مع بعض في تشوز خلص الفيديو كل سنوان طيبين شوفكم بخير بإذن الله